كنت عاملة مشهد حلو قوي مع طريق لطفي اللي ضربك فيه بالقلم اللي كنت بتواجهه فيه أيوة وده طريق لطفي بقى يعني ما شاء الله عملاق تمثيل وكان فيه معندك مشهد تاني مع باسم صمرة برضو وكان مشهد اللي بتواجهي كل الأبطال مبوجين مع بعض بالضبط فكلمين بقى عن دوت يعني بصراحة المشاهد دي كانت من أول المشاهد اللي أنا صورتها في دوري صورناها في اسكندرية وكان حاجة تخض ان انت تبقى واقف كده في مشهد وحواليك كل أبطال المسلسل وانت بتقول لهم معلومات مهمة جدا فكان بالنسبة لي يوم عمري ما هنساه وكلهم ساعدوني بصراحة كلهم كانوا بيطمنوني وبيواجهوني وأستاذ أحمد خلت في بداية المشهد ده كان بيقول لي ده مشهد مهمة قوي عندك وانا وثق فيك ان انت هتعملي حلو جدا وانا مبسوطة ان هو فعلا طلع حلو والناس حبته وده من أهم المشاهد اللي هي في المسلسل لانه بيغير في الأحداث يعني بيبرق حنة وبيرجعها لنصار دموعك بقى كد حقيقية ولا؟ انا ما عنديش حتة الدموع اللي مش حقيقية دي كله حقيقي طبعا بلاد والله اه طبعا والله يعني انت بتبقى دخلة محضرة حاجة حزينة علشان تعياتي ولا بتستهدري لا شد ازاي اه لا هو بيبقى من الشخصية نفسها يعني مش شرط استحضر موقف حزين من حياتي يعني انا بعمل ذكريات للشخصية نفسها لما بستدعيها ده بيودي للحزن انا بعيش اللحظة بلحظتها فده بيوصلك ان انت تعيط مثلا في اللحظة دي يعني انت لو مشيت لحظة بلحظة في الشخصية بتمر بي انت هتتأثر وهتوصل للعياط لكن بيبقى مش الهدف ان انا عيط موسيقى